أشك في ذلك على الصعيد الاجتماعي الخاص أيضا بالأساتذة وأيضا من الجانب الهيكلي سؤال أول فقط 24 ساعة على دخول المدرسية الجديد لقائس هيكلية تحسبا للدخول المدرسي بالرغم من توفير وزارة التربية بتنسيق مع وزارتها السكن موشآت جديدة قدرت بحوالي 450 موشآت تربوية بمناسبة الدخول المدرسي لكن هل هذا يكفي لإنقاص الضغط على الأساتذة وخاصة باتباعنا لبروتوكول صحي صارم من أجل عدم تفشي فيروس كورونا من جديد صباح الخير لكم ولكل المشاهدين فعلا نحن غدا مع موعد استقبال أبناء التلاميذ معناها مع دخول مدرسي وهو متوزام مع دخول اجتماعي ونحن في مثل هذه المناسبة نراها من زوايا أساسية الزاوية الأولى كما تعلمون غدا سنستقبل أكثر من عشر ملايين تلميذ على مستوى مراحل ثلاث وهذا الأمر هو في حديداته حدث وأكيد سيكون من الناحية الإعلامية هو صورة بحركية جديدة أساس حياة الحركية المجتمعية لما نشوفوا أبناء التلاميذ بالمآذر وتلك الصور أكيد هناك تحذيرات على مستوى بعض المؤسسات لإعطاء صورة لدخول مدرسي نريده أن يكون ناجحا الأمر الثاني فيما يخص الجانب الاجتماعي بالنسبة للعائلات الجزائرية أو لأولياء قصوصا نعرف اليوم ونحن أولياء وعلى مقربة من الأولياء الظروف الاجتماعية الصعبة اليوم من أجل توفير المستلزمات المطلوبة في دخول مدرسي وفي سنة دراسية 2021-2022 والجانب الآخر كذلك وهو مهم وهو الحدث الأساس بالنسبة لنا نحن كأساتذة هو غدا سيكون أول لقاء بين الأستاذ وتلاميذته وهذا اللقاء نحن نعطي أهمية كبرى كأساتذة للأيام الأولى أو للأسبوع الأول معناها الأستاذ رح يلتلقي في أسبوع تقريبا مع التلاميذ اللي رح يدرسهم خلال سنة الدراسية ولذلك هذه اللقاءات نحن نولي لها أهمية كبرى بحيث أن المنطلقات لما تكون مدروسة وتكون قوية وتكون مبنية على استشراف لسيرور السنة الدراسية معناها الأيام الأولى ستكون المنطلقات الأساسية لخريطة طريق نحن نحضرها تنظيميا من أجل إنجاح السنة الدراسية سواء في جانبها البيضاغوجي أو الجانب التربوي أو الجانب العلمي إذن بطبيعة الحال قلت كل الأساتذة يولوا أهمية لهذه الفترة الأمر بالأساس وانت تكلمت على المرافق كما تعلمون بأن مسألة المرافق هي مشكلة مطروحة على مستوى قطاع التربية الوطنية وكما تعلمون كذلك بأننا عندما لا نسارع لحل المشاكل المطروحة ستحدث لنا تراكمات والتراكمات في الغالب تؤدي لنا إلى مشاكل عديدة هذه المشاكل هي سبب الأجواء المضطربة على مستوى من بين الأسباب للاستقرار أحيانا في قطاع التربية الوطنية توفير المرافق تهيئة المرافق توفير المرافق استقبال المؤسسات المبرمجة لسنة الدراسية هذا هو ضروري جدا لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك استشراف ونحن في كل سنة نتكلم عن هذا الأمر كيف يجب أن يكون استشراف يعني من الآن نستشرف في السنة الدراسية المقبلة كيف نحضر المؤسسات المناطق الحضارية الجديدة يجب أن يتم تسليمها بوجود المؤسسات المطلوبة ولذلك لما يكون هناك استشراف وتحضير قبلي وتكون نضرع وتخطيط لمثل هذه المسائل نظن بأن هذا المشكل قد نحلوها لكن للأسف الشديد هذه المشكلة يتكرر من سنة إلى سنة أخرى ومسألة الأكتداد ومسألة كترة الأفواج وما زالت مطروحة على مستوى لكن خلينا نتحثوا ربما بهذه الفترة فترة كورونا أي صح التعبير أي صح تسميتها شاهدنا أنه نظام جديد لتدريسها وهو نظام التفويج ربما سينقص الضغط نوعا ما على الأساتذة وأيضا داخل الأقسام وما سيساعد التلاميذ في قدرة استعاد بهم أكثر فأكثر لكن خلينا نتحثوا أيضا على الدخول المدرسي دائما ما نعد بروتوكول صحي صارم خاص بالدخول المدرسي لكن تبقى الدخول المدرسي فقط عديد من الأساتذة واستمانا سواء عبر المدياع أو عن طريق التلفزيون دائما ما نستمع أنه الاحترام بروتوكول صحي كان للأسبوع فقط الأول وبعدين يتلاشى الأمر هل سيكون نفس السيناريو السنة الماضية في تطبيق البروتوكول الصحي هذه السنة؟ شوف نحن كتنظيم نقابي دائما في نظرة بحكم نحن أهل الميدان بحكم ديريتنا بالمشاكل الحقيقية في الميدان صحيح تجعلنا دائما نريد أن نعطي الصورة الحقيقية للميدان وأنتم تذكروا بأنه منذ السنة الماضية ونحن نتكلم على ضرورة يعني مسؤولي وزارة التربية الوطنية أنهم يهيئوا أنفسهم ويرافعوا من أجل توفير كافة الإمكانات المادية والمشارية المطلوبة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة اللي كنا نطلب بها في السنة الماضية إذا كان ما تداركناش الجزء الأكبر منها ستكون عبء على السنة الدراسية المقبلة ولذلك عندما نوفر المستلزمات الصحية والوسائل الصحية المطلوبة وتكون هناك ميزانيات تسلم للمؤسسات لميزانية سنة وليس ميزانية دخول مدرسي للأسف نحن نركز على المناسبات نجد بأن مسؤولينا العمل كله والجهد كله يرتكز على تلك الصورة التي نشاهدها في اليوم الأول والثاني والثالث من الدخول المدرسي لكن هل أننا وفرنا الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لسيرورة سنة الدراسية نحن في غالب دائما نصطدم بليل أسف بأن هذا الأمر سيواجهنا كمشكلة خلال سنة الدراسية البروتوكولات الوقائية الصحية أولا هي ضرورة فرضتها جائحة كورونا والآن لا يجب أن نتعامل مع الوضع الصحي مثل ما تعاملنا معه في السنة المادية في السنة المادية كانت المدرسة توقفت لمدة ثمانية أشهر الأفراد الجماعة التربوية كلهم كانوا على استعداد وكانت إرادة من أجل أننا نوجهوا هذا الوباء ونتحداوه من أجل أننا من وقعوش في نفس الغلق الذي وقعنا في السنة المادية وكان عندنا على مستوى مسؤولينا وحتى على مستوانا جميعا كنا نعتقد بأن هذا الوباء انتهى أو سينتهي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر ولذلك فتصورنا كان مبني على ثلاثة أشهر إذن الآن من المفروض وكلنا على تواصل مع العالم اليوم هو قرية صغيرة ولدينا تصورة بأن هذا الوباء يقدر يروح لسنوات ويجب أن نتعامل مع الوضع الآن وكأن الوباء سيبقى إلى ليس بالضرورة هذا الوباء ممكن أشياء وضعيات صحية أخرى إذن يجب أن هذا الوضع يجب أن نعتمد عليه في بناء مستقبل المدرسة الجزائرية ونحن هذا الوضع هذا الموجود الآن سواء في ما هو مرتبط بالشروط الصحية مثلا مبدأ التفويج، مبدأ التناوب، مبدأ التلميذ الذي لا يجب أن يتجاوز 25 لأسف هناك الآن تصور نقوله بأن القسم الأقصى يوصل إلى 25 وبعد ذلك نبدأ نتساهل مع 25 نقوله نوصلها إلى 30 معناه إذا عندي مشكلة المراسب وصل الأفواج إلى 30 ونبدأ من الآن من خلال التفويج نخرق المبادئ أساسية في البروتوكولات الوقائية الصحية إذن أنا نقول بأن صورة البروتوكول الوقائية الصحية يجب أن تبنى على أساس سنة دراسية وليس على أسبوع دخول مدرسة ثم بعد ذلك سيد موديبة ربما تحدثت على نقطة مهمة على نظام التفويج لكن العديد من المرات نتحدث عن نظام التفويج أو الاكتظاث في الأقسام أو غيره إلا في المناطق أو في المناطق الكبرى أي في الولايات الكبرى لكن نتحدث أيضا عن المناطق الداخلية نتحدث عن المناطق الضل نتحدث عن الأرياف ونتحدث عن كل هذه المناطق التي ربما لا يمكن توفير تعداد البشري من أجل تنظيم التفويج داخل هذه المدارس كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع أيضا؟ طبعا نحن ممكن طبيعة السؤال تجعلنا مركز على جانب لكن هي مسألة لما نتكلم عن الإمكانات المادية والبشرية هي متعددة تنطلق بالأساس قول توفير الوسائل المادية من مستلزامات صحية ووسائل صحية ومستلزامات علمية ووسائل علمية ميزانية المؤسسة الطربوية اليوم ميزانية يعني المؤسسة الطربوية يعني ما عنداش هذه الحرمة اللازمة على الأقل باش تتباهى أمام الأساس إذا أنها تشري الأقلان بالكمية الكافية مكاش الميزانية اليوم لما تصبح المؤسسة يعني المدير على مستوى المؤسسة يجتهد مع الأولياء فلان وعلان جيبنا وراقي جيبناك ذا إذن مسينا بسيادة يعني خداسة المدرسة في هذه المسألة لما نتكلم عن النقل لما نتكلم عن الإطعام المدارس الابتدائية اليوم في الجزائر تعيش ظروف صعبة جدا المدرسة الابتدائية لم تعد تلك الصورة تلك الظهرة لأن الطفل يحب يعني تلك الأطفال لما يجوا لازم يكونوا في بيئة تشبه حديقة وبالتالي لما نرحوا نشوفوا المدارس ونظل كلكم تشوفوا المدارس بأن المدرسة تليقوا بكل شيء إلا كوسط علمي كوسط طربوي كوسط لاستقبل أبناء التلاميذ هذا يدل على أن المدرسة ليست أولوية أولى في السياسات في السياسات الحكومية المتعاقبة بمعنى لو كنا فعلا نولي أهمية كبرى المدرسة الابتدائية هي تحفى المدرسة الابتدائية من ناحية الميزانية ما عندهش مشكل اليوم البلديات تدارك الأمر لأن تحثوا على 450 منشأة تسليمها بمناسبة الدخول 450 منشأة هي لا شيء لما تكلموا على تقريب 11 مليون تلميذ هي لا شيء 450 منشأة وكانت تبع المسار سنلقاها من المفروض نستلم جزء منها في السنة الماضية استلمناها هذا الآن الأرقام من الناحية الإعلامية ممكن هناك من لا يحسن لكن الواقع هو شيء آخر وبالتالي في المناطق الداخلية نتكلم على توفير الأستاذ المتكون الأستاذ المحضر من الناحية البداغوجية من الناحية العلمية لما يوقف أما بابنائنا التلاميذ معناها يكون يدرك جيداً ما هي الأهداف ما هي الغايات ما هي المرامي ما هي الكفاءات المستهدفة اليوم لما تكون عندنا سمعنا الأستاذة تقول بأننا التقينا لندرس التدرجات الجديدة وندرس المقطات الجديدة والتكيفات الجديدة هذا الأمر هو مجهود إضافي بالنسبة للأستاذ اليوم لما نروح نعدل البرامج نكيف البرامج لما نعدل التدرجات هو مجهود إضافي لأنه هو تحضير آخر بالنسبة للأستاذ كيف أنه بأقل المعارف العلمية أمام كفاءات مستهدفة هي نفسها لكن اليوم بتكييف البرامج وتعديل التدرجات نريد أن نحقق نفس الكفاءات مستحيل وكأننا قلت أن أعطي مثال أعطيت مثال سبق لي وعطيت مثال أن الشجرة نحلها الفروع ونطلب منها أن الضل اللي كان موجود هو نفسه وبالتالي نقولوا ظروف استثنائية تقتضي ذلك لكن الظروف الاستثنائية تقتضي الإنفاق تقتضي لزم نوفر المناصب المالية لو نوفرنا المناصب المالية أو الهياكل من لا نوفر لسي نقص من التعلمات من مستوى التحصيل العلمي بنسبة التنمية نوفر المناصب المالية ونوفر الهياكل حتى نستعمل الأفواج ونحن نطمح منذ سنة 2008 ونحن نطمح من أهداف القانون التوجيه للتربية الوطنية أننا نصل إلى أقسام بـ 25% في القسم إذن لو فعلاً عملنا لتحقيق هذه الأهداف في سنة 2020 لا يكون لدينا مشكلة للتفويج من المفرد أننا لدينا أقسام اليوم 25% ونقول هي فرصة الآن يجب أن نحضر أنفسنا كيف نجعل أن هذا النظام ليس تفويج وبتناوب يعني القسم يكون بـ 25% في القسم من هنا ننطلق بأن الأقسام تكون 25% في القسم أنه بدأوا نحضر نفسنا مادياً وبشرياً كيف أننا نعمل بهذا النظام في قرارات عديدة تخيلتها من طرف وزارة التربية وقرارات تحسب عليها بالجيدة نضيير ربما إعادة إدماج الراسبين من المدارس وهذا أمر ربما نقدرون أن تعاملوا عليه بإيجابية لأنه تم تحديد الفئة العمرية التي يمكن أن تعاد وتدرج داخل المدارسة ما تعليقك حول هذا الأمر؟ شوف في الظروف التي نحن نعيشها اليوم يعني لا لدينا بديل لا لدينا خيار اليوم طلب الجامعين رأموا في البطالة صحيح بمئات لألاف إذا لم يقلش بالملايين رأم بطالة وأبناءنا التلاميذ في 17-18 سنوين سيذهب كنا نطمح إلى التعليم المهني كنا نطمح إلى أننا نفسح مجالات أخرى لأبناءنا من أجل أنهم يلتحقوا بهذه المجالات لكن للأسف اليوم لا شيء في هذا المجال معناش فضاءات أخرى ينتقلوا فيها أبناءنا التلاميذ وبالتالي الأولياء اليوم الولي لما يجي ويتكلم معاك وهو يحترق يقول لك عاوني في أوليدي باش يعاود أنا أوليدي لظروف معينة إذن مسألك الإدماج هي حل من الحلول هي حل من الحلول من أجل أن أبناءنا ما لازمش يروحوا للشارع إلى آخر لكن في نفس الوقت من الآن نفكر في مصير هؤلاء في مصير هؤلاء لا متى ندمج هؤلاء اليوم رأه عاود في 17 سنة يزيد عاود في 18 سنة يزيد عاود في 17 سنة في المتوسط عمره 17 سنة يريد أن يعيد في السنة التالتة أو في السنة الثبيرة في السنة الرابعة ومتوسط هذه الأمور نجب أن يحضروا وفي نفسنا له في المستقبل هذه المدرسة إلى متى تحتمل كل هذه اليوم المدرسة أصبحت هي مصدر حل المشكل البطالة المدرسة هي حل мышكل تسرب المدرسة إذن هذه الأمور يجب أن تناقش هذاأك مع وضع يجب أن نتعامل معه يجب أن نتعامل مع الوضع جيد أننا نفسح هذا المجال في إطار الممكن على مستوى المؤسسة التربوية لكن أنا نقول بأن كين جوانب أخرى ضروري التفكير فيها يعني اليوم أنا أقول باللي في السنة الماضية الأستاذ أعمل بمجهود يعني مضاعف يعني مضاعف في ثلاث مرات أحيانا لأن الأستاذ لما يعمل يعني خارج الحجم الساعي البيداغوج المطلوب يعني لو تزيد له ساعة إضافية هي مجهود مضاعف ساعة إضافية في خلال الأسبوع رايح ترهيقه وراح تأطر على الأسبوع المقبل وبالتالي الساعات الإضافية هي ليست في صالح يعني الأستاذ وفي صالح يعني في صالح حسن الآدى وفي صالح حسن التحصيل بنسبة للتنميد والتكفل بالتنميد الأستاذ اليوم هو مطالب بش يتكفل بالتنميد نفسيا ودهنيا وطرباويا ومطالب بأنه لازم يستدرك النقائس اللي ضعت في السنوات الماضية المكتسبات القبلية اللي من المفروض تكون عن التنميد اليوم الأستاذ لازم يعمل جاهدا كيفاش يتداركها الأستاذ اليوم راه مطالب كيف أنه يعني في ظل هذا الوضع الصحي أنه كيفاش يعني هو كذلك راه هو يعيش ظروف صعبة ولذلك الاستثناء اليوم إلا الأستاذ لا يستفيد من الاستثناء كيفانه يعني لما نزيد له ساعات إضافية لما نغطي على الشغور بساعات الإضافية عندما نغطي على الشغور بتكييف البرامج عندما نغطي على الشغور بالتقليل من حجم الساعي بنسبة للمادة والتقليل وحدف نشاطات وحدف هناك بعض المواد التلميذية واللي يقرأها كل 15 يوم هذه التكييفات وهذا الحدف هذا سيؤثر آليا في مستوى التحصيل العلمي وسيؤثر آليا في تحقيق الكفاءة المستدفة إذن ضروري أننا يعني يجب أن نفكر في هذا المجال حتى نؤسس للمنطلقات الأساسية لاستقرار السنة الدراسية وبكما قلت في بداية كلامك لا يمكن الحكم على السنة الدراسية قبل انطلاقها في انتظار الانطلاق وسما سيتمخض عن هذه السنة الدراسية من نقائز بطبيعة الحال وإنشكالات خاصة بالنسبة للجانب الاجتماعي للأساتذة سيكون لنا نقاشة طبيعة الحال في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بسعود بودي بالمكلب الإعلام على المستوى التحصيل العلمي إذا سمحته نقول لأننا كأساتذة بالنسبة للدخول المدرسي هو دخول نحن نعتبره هو دخول التنائي أساة التلميذ وبالتالي كلنا نعمل على إنجاحه ونعمل أننا في الأيام الأولى أن نعطي صورة للتلميذ نستقبله استقبال جدا جيد نحضره وتحضير جيد إذن هذا ليس بالمشكلة لكن أنا نقول بعد ذلك ستبدأ التقاريط وصل تبدأ الجمعيات العامة تعقد المشاكل المطروحة هذه المشاكل هي التي يجب أن نستشرفها ونحضر إليها وما لازمش نغفل عليها على مسؤولية القطاع لازم نحن لما الأستاذ يتكلم لما الممثل النقابي يتكلم لازم نكون مستمعين جيدين ما لازمش نعتبره بأن كلمة الحق الموجودة في الميدان هي مشكلة لأنه في النهاية راح نصطدم بواقع كي نواقع اجتماعي وكي نواقع مهني يجب أن نحضر نفسنا تحضر جيد صحيح وبطبيعة الحال سيكون لنا أحديث على أي إنشغال بطبيعة الحال للمستخدمية القطاع قطاع التربية هذا ما عودنا رأي العام بمناقشتي خلال هذه المواعيد الإخبارية شكرا جزيلا لك سيد مسعود بوديبة كنت ضيفي اليوم المكلب الإعلام على مستوى نقابة الكناب باس بخصوصي الدخول المدرسية الجديدة شكرا جزيلا لك إذن ملفنا ثاني للنقاش متابعينا الكرام عفوا ينتظر ترجمة نانسي قنقر